من ناحية اخرى من نادي الزمالك تصريحات امير مرتضى منصورة المشرف العام على الكرة بعد انبارات فلمبو قال ان احنا انهينا جميع الصفقات اللي طلبها البرتغالي فريرة وقال ان احنا ممكن نتعاقد كنادي الزمالك على او مع لعبين تحت السن زي ما حصل في صفقة يوسف حسن وقال كمان انه اي صفقات قد تضاف للفريق في الفترة المقبلة من لعبين كبار في زيادة دعم من جانب الادارة للفريق لتوفير كل سبل الدعم للجهاز الفني ده او الزمالك شايف فرقة شبه مكتملة لان لم تكن مكتملة تماما وزي ما قلتلك النهاردة الزمالك لو ما قدمش مباراة قويسة فيه عناصر جديدة فيه فريق مجهول فما تستعجلش ما تستعجلش الحكاية فيه حاجة مضمونة في الزمالك بعض من جمالي الزمالك يقولك الزمالك لما بيكسب ويحق انتصاراته وبطولات واي واي ممكن الفرقة تهبط ممكن مش بس الزمالك ده كل الفرقة بس لما يبقى المدرب جوسف هالدو فريرة مش هيسمح ان ده يحصل مش هيسمح اللي يعرف اللي بيحصل جوا نادي الزمالك الراجل ده ما بيهزرش ثانية الراجل ده اللاعب الكبير قوي عنده اللي بيبقى مستوى عشرة من عشرة في كل المباريات لو بقى تمانية من عشرة هيخرج وخلاص الراجل كسب الرهان السنة اللي فاتت لعبين كبار خرجوا من الفريق ولعب بشبابه كسب الدوري وكسب الكاس فما فيش لعب هيبقى اجمل من الفريق فاللعب اللي هيهبط بلغة الكورة كده هيريح فما حدش هيهبط فما تقلقش على الزمالك في الحتة دي خالص ده بس نقطة على الهامش ترجمة نانسي قنقر